يتواصل في السودان خرق الهدنة ويتواصل معها تبادل المسئولية عن خرقها بين طرفي النزاع وضمن تبادل البيانات اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمواصلة انتهاك الهدنة بينما تتهم الأخير الجيش بمهاجمة قواتها وعلى الأرض بددت الاشتباكات المتقطعة آمال السودانيين بوقف النار فيما ينذر استمرار المعارك بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في أنحاء البلاد ووسط تجدد خرق الهدنة أكثر من مرة منذ دخولها حيز التنفيذ ليلة الاثنين تسعى لجنة المتابعة والتنصيق لإعادة الهدوء ووقف إطلاق النار هذه اللجنة مشاهدنا تعنى بمراقبة الهدنة وفق ما نص عليه اتفاق جدة وتضم تلك اللجنة قيادات من طرفي النزاع بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين وأمريكيين أما بالنسبة لآلية عملها فلا تفاصيل كثيرة عنها إلا أن بعض المسؤولين الأمريكيين كانوا ألمحوا سابقا إلى احتمال استعانتها بالأقمار الصناعية وإلى جانب المراقبة عن بعد لا شك أن تلك الألية ستدرس أيضا أو تدرس الاتهامات المتبادلة التي يتقاذفها الجانبان عللا وعبر بيانات رسمية للتحقق من هذه الانتهاكات حول ذلك وللمزيد ينضم إلينا من أمدرمان الصحفي مقداد حسن أهلا بك معنا مقداد إذن خروقات مستمرة ولا معلومات مؤكدة حول من يبدأ هذه الخروقات ومن يستمر بها ولكن أنقل لنا الصورة لديك حول ذلك هل ما زالت قائمة الخروقات هل ما زلتم تسمعون دوي انفجارات طلق نار طيران جوي إن كان في أمدرمان أو المناطق التي فيها اشتباكات أيضا مثل البحري والخرطوم كذلك نعم فاطمة بالأمس كانت الاشتباكات والقصف الجوي بالإضافة إلى المدافع الثقيلة كانت هي سيدة المشهد وكانت الأصوات عالية جدا ولكن في الساعات الأخيرة من الليل بدت هناك طلقات متقطعة واشتباكات ومطارضات داخل أحياء مدينة شمال أمدرمان تحديدا مما يعني أن الاشتباكات قد نقصت حدتها في ساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح هناك هدوء كبير في مدينة أمدرمان خصوصا في شمالها وجنوبها لكن شهد الطائرات الاستطلاح في هذا الصباح تحلق في سماء أمدرمان وسمعت أيضا اشتباكات متقطعة في وسط الخرطوم وبالتالي فإن تجدد هذه الاشتباكات وكذلك ينتظر من الآلية المراقبة أن تفعل الهدنة بطريقة وأن تلتزم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالهدنة حتى تصل المساعدات الإنسانية لمدينة أمدرمان والخرطوم وبحري والتي نشهد فيها انقطاع كبير في أغلب إمدادات الغذاء والدواء وكذلك الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء مدينة بحري على وجه الخصوص تشهد انقطاعا للمياه منذ بدء هذه المواجهات وكذلك أحياء كثيرة جدا من مدينة أمدرمان تنقطع فيها خدمات المياه والكهرباء ويعاني المواطنون بصورة واضحة وبالغة جدا قاصة في المناطق التي تقع في محيط النار أو محيط المناطق الاستراتيجية كسلاح المهندسين والسلاح الطبي والهيئة العامة لإذاع والتلفزيون وكذلك جنوبي مدينة أمدرمان حيث معسكرات الدعم السريع بما يخص القوافل الإنسانية والجانب الإنساني بحسب من تحدثنا إليهم من اللجنة العليا لتنسيق الشؤون الإنسانية تحدثوا عن أن هناك مساعدات غذائية وصلت إلى شمال مدينة أمدرمان حيث قاعدة وادي سيدنا العسكرية لكن لا وجود لسلاسل أو شبكات إمداد لأن بحسب هذه اللجنة تقول أن الطرفين لم يلتزموا التزاما واضحا وهناك توترات أمنية واضحة تمنع دخول هذه المساعدات الغذائية فيما يخص المساعدات الطبية كانت لجنة الهلال الأحمر ووزارة الصحة أيضا كانت قد تسلمت هذه المعينات الطبية ولكن أيضا تواجهها صعوبات بالغة في إيصالها إلى المستشفيات المطلوبة هناك حديث عن أن مستشفى النو في مدينة أمدرمان وكذلك مستشفى بشاير في العاصمة الخرطوم جنوبي الخرطوم والمستشفى التركي قد تسلمت بعض من هذه الأدوية والمعينات الطبية والمستلزمات الطبية هذا هو المشهد كاملا بما يخص المساعدات الطبية والغذائية نشاهد مشاكل إنسانية بالغة وصعوبة وتعقيد كبير في السلاسل وتأمين الكوادر التي تعمل وسنتحدث ونفصل هذه المعضلة والمشاكل الإنسانية التي يواجهونها المواطنون السودانيون إثر هذه المعارك والاشتباكات مع ضيفنا التالي شكرا جزيلا لك من أمدرمان الصحفي مقداد حسن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة